بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجي على الجزء التاني من المحاضرة بتاعتنا الارض داخل الفلاش هعمل الارض جديدة خلينا بس نعمل شوية على المنحنة ده بحيث ان يبقى بالشكل ده كده تمام طيب ده خلاص خلصناها نفتح بقى الامج ونخش على الارض نقول او اي حاجة انا لسه ما سيفتش اسيف هسميه تست علشان افرق بينه بين الملف الاصلي هتلاقي الملف الاصلي اسمه فاشون كامل وده هنسميه تست سيف تمام هنخلي الروز دي باون نبدأ نشتغل على الروز دي او نرسم هنرسم واحدة ونعمل يعني مش هنرسم اشكال كتير هي واحدة بس هنبدأ نعمل لها عشان تبقى كل الورد ده هنيجي على عادي جدا برضو على البن او على الخط اصد اللين ونختار واحدة واضحة هناخد دي وهنبدأ نرسم برضو طيب ام ممكن ممكن نعمل لها فكرة برضو ريكتانجل عادي اوكي ريكتانجل مثلا هنخلي لونه بالشكل ده اا وهنخلي نجايد بتاعنا دي هنخلي مثلا الالفة بتاعته خمسين في المية عشان يبدأ يظهر لي بالطريقة دي هنعمل حتة اروبة شوية نروح تجاي كده وعمل شكل القلب بالطريقة دي نروح جاي مدية الاواعد بتاعته من فوق وروح موسعها من تحت قسط وبعدين اروح موسعها من فوق وروح جايب نزل بنقطة من نص بكنترول وروح تغلع وروح جاي عامل بقى الطريقة دي كتقريبا عملت عملت قلب هنكمل نص الوردة وانا عملت ورقة من الوردة بطريقة سهلة جميل انا شاف ان هنا الكيرف بتاعه في كورنر اه انا خليها ايه خليها مية في المية في كورنر جامد قوي فانا هروح جاي مكمبر الكيرفيتشار بتاعه بالشكل ده اهو كده عملي قلب كامل هنخلي قلب وده مش في الاصلي اساسا بس هنخلي قلب ههو تلعب ايا زي ما احنا عرفنا الفكرة بتيجي كده هنيجي على ترانسفورم ونبدأ نرسم خلينا طيب خلينا بس نرجع وراء شوية وهناخد ده قبي وقالت ونجي على مدفعي ترانسفورم فيريكل مش لازم الوارد تطلع بالزبط زي ما انا موجودة في الدزاين لأنا ممكن اعمل حاجة من عندنا ممتطلع شكلها كويس وده اللي هيحصل هنا هنعملها عادي ترانسفورم عادي ماشي خلينا هما اربع وراءات بس واحدة فوق وتحت ويمين وشمال ونيجي على مدفعي نعمل له هاروزنتل ونيجي كده ماشي حلو هنيجي دي كده وهنحولها لموفي ونقول له دي الروز اول روز بتاعتنا وهنخلي ممكن نزل عليها تنت نخليها بالابيض عادي مش هكده ودي بقت حاجة كده وطلعت يمكن اشك شوية كمان من الاصلي ممكن تنزل عليها ممكن فلاتر يعني ممكن تنزل عليها بيفل نقفل كل ده عشان يبقى عندي مساحة بس ممكن نخلي البيفل بتاعي ميديم مش مأسر قوي مش عارف مش مأسر ليه يعني يمكن برنامج تسجيل مأسر شوية على برنامج الفلاش خلاص عموما يعني حتى لو مش هنحط عليها بيفل خالص هي حلوة قوي كده هاعمل بوزيشن بقى في كل واحدة على كل وردة من دول هبدأ يعني ألفها شوية حطها كده شوية صغرها شوية بحيث انها تبدو في نفس البيوزيشنز بتاعتها او في نفس الاماكن نكبر ودي هتصغر خالص والسيز هنا نكمبر ممكن من شوية برضو نفس الطريقة دي هتكبر alt صغر shift لا shift alt وين لفها alt تاني طبعا كله ده هتعملو duplicate عشان اقدر بعد كده انزل على كل واحدة الوحدة الحارقة بتاعتها وهتعملو كل واحدة في لير كمان خلينا نخلص كله ممكن مش باين معاك قوي لان كله ابيض فابيض فانا انا شايف انت بقى يعني الفيديو هاي definition فانت ممكن برضو تشوف معاك قويس ما تنساش تغير الاوضاع برضو تلف شوية كده 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 عشان بس ما بقاش كل اسطن بواحدة مصغر خالص مصغر خالص مجده هنا مبارك اللفها شوية كده alt ماشي alt خمسة وثلاثين مصوف في اي وردة تاني في هناك اي وحدة الولان مصغر مكبر عليها شوية ونشوف نكون نعلفة ياسين كده وحدة وحدة عايزين واحدة هنا ونظهر بها لغاية 16 مثلا كل واحدة فوقها واحدة أتمن بقى عشان أبدأ أضبط بقى الفناش النهائي بتاع واحدة لي كمان أتلف شوية نايس هضغط على اللير كلها واجه على الورد ده كله وقل له كليك يمين ديستريبيوت تو لير حاول أظهر لغاية قايمة في في مساحة التسجيل عندي كمروز واحد ممكن بقى خليهم واحد مش عايزهم كلهم جنب بعض يعني ما تمشيش بالترتيب عشان بعد كده الحركة ما تبقاش يعني يظهروا كلهم فرق من واحد عنده ليظهروا مع بعض لأ أنا عايز مثلا واحدة من هنا واحدة من هنا بحيس إن أنا أعمل حاجة فنية آآ ما خليش في توقع بالعمل بتاعي يعني الهدف من الكلام ده هو حاجتين من الاعلان بتاعي معرفش أنا مش عايز أخلي يعرف أنا هطلع إيه في الآخر شكل عامل إزاي والحاجة التانية اللي أنا أعمل حاجة شكلها شيك وفنية لحد ما فأنا هاخد وردة من هنا وردة من هنا دي بس أنا أخليها تو ونزلها تحت وارجع تاني دي هتبقى سري فور ماشي جنبها شوية ماشي فاي سكس ات ناين سنة العشر وردات معنا تفضل حوالي زيهم حدوشر اتنشر جنبها بعض ماشي دول ممكن ناخدهم صف واحد كده هم وطلعين تلات تاشر الاعلان ده مع انه شكله يعني صغير شوية بس فيه شغل في شغل انامشن كتير سبعتاشر تمام تاشر هتنزلها تحت شوية عشان الصف ده ممكن يزهر مع بعضه هنا عملنا خليها دي كده مش مشكلة بقى الارقام دي مهم يعني ان احنا عرفنا عملناها في كزا واحد تعال بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي طبعا انا مش هعيد تسميت مش هعمل لكل ده عشان انا مش هضيف عليها خواص جديدة تمام انا بس هعملها في حبيت تفصيل كل واحدة الوقتي بقى لو جيت شلت الامج هتبص تلاقي الاعلان بتاعك مش هكده وشكل الورده احلى يعني شكل القلب بالنسبة للبنات يعني وكده تبقى احلى احلى من الاعلان الاصلي في وجهة نظر يعني اللي بعد كده هنيجي على الارات كلها هنقفلها كده ونبدأ نتكمبرا البنت شوية بحيس انها تاخد المساحة كلها بشفت عشان احافظها الابعاد ومن فوق شوية صغيرة نشوف الصورة ماشي هنفتح كله ونيجي على الورد شوية الورد دول وهنزلهم تحت شوية نشوف خلاص انت بقى اخدت الفكرة وبدأت انت اا تضيف بقى زي ما انت عايز خلاص الاعلان بقى بتاعك دلوقتي اوكي ده لما استك انت اللي بتبدأ تشتغل اا خلاص خلصنا الورد حتة بقى الصورة دي مش هحتاجها في حاجة الا في حتة بسيطة هنقول ديكور او اي حاجة بنسبة للوردة الوردة دي هشيل بقى اقول ده الزهور دي كلها اخفاء مؤكد كده وهاجي اقفل اه هاجي على الديكور وعايز ارسم الحتة دي حتة دي بس تمام اا دي هيبقى فيها شوية شغل حلوين برضو هيبقى هتبقى دقيق شوية اقصد يعني في في الرسم بتاعك هدخل الخط اا نص خمسة من عشرة او اا ارفع من كده كمان تعا نشوف نقول خط اه حلو واجهب ده ارسم خليك ده دي تبقى قدر الامكان في الجزء ده بالذات لان دي اا هتبقى حلوة يعني دي الديكور ده اا عشان تطلع تفاصيله باز تبقى دقيق شوية دي ممكن تبقى تحت شوية اا ام يعني انا شايف انها مش هتبقى اا دايرك وعيسى فاجيب الاوفل واخلي استروب بس واخلي دي مسلا هعمل دايرك كده اصغر بحيس اني ااخد اا الخط اللي انا عايزه بس يعني الاوت شوف هنا الاوت ده كده انا ماشي برا مش عايز بقى من هنا كده وراح جاي قاطع مش عايز دي خالص مش عايز ده واجي على دي وراح جايبها هنا واظبط الشكل بتاعي انا وصلت النتيجة سريعة جدا يعني حاول تشغل دماغك اا شوية انك تعرف توصل اا بالادوات بتاعتك المتاحة ممكن بقى نكمل عادي مانوال وبنفس الطريقة ممكن ناخد ده كله قلت برا كده ونصغر شوية نصغر التسعة او عشرين مثلا يعني شوف كده هادينا ايه قويس نتيجة مش بطالة اخلي الشيب بتاعي الطريقة دي واجي بقى بتعمل او يعني حيث انه اه يبدأ ياخد السمك المطلوب دي ليه شكلها وحيش كده نشيلها خالص نيجي على الان ونكمل الجزء ده اشتركوا في القناة 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 كويس. عملنا الحتة دي. هنعمل بقى. ناخدهم بقى كده فوق. من فوق من دور. كل اللي جاي. اعتقدنا اسهل جزء اللي فات. فقط لانت بترسم الخط. وبتعمل دورو فاين. هيبقى فيها رسمي كتير شوية. بس نتيجة في الاخر هتطلع ممتازة ان شاء الله. نشغل بقى كده على طول. بعدين نعمل تصبيت في الاخر. لكتفت بطيطن. نعم 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 ممكن دين نخليه كده على طول ونطلع بيها مش طبق حلو الحتة دي مش عايزها تزايدة نفس الحكاية بالضبط هاخد الجزء ده ويجي على واخد معه نسخة وصغره هسغره الخمسة transform q بده نقزله كده هنزل لي تحت وابدأ اصغر shift alt واحدة كمان نسغر لي اتنين نسخة شوية كويس اخر واحدة اصغر واحدة ثبت نص يعني ولا ايه واحد واحد ونص صغير اوي خليها واحدة ماشي نبقى نشوف هنعملها ازاي هنقفل الخطين دول نقفلهم كده نكمل حبز وامانين دول هيبقى بالن نفس الطريقة يتهيأ لي ان ده هو ده الاشكال دي هي دي هناخد دول alt كلهم زي بعض وينيجي نقول transform vertical و transform تعني horizontal مين العكس طيب horizontal q و هو بالضبط يعني وما زي بعض بالضبط لهم ان يعني شوية refine بسيط v ده هنبقى هنبقى شوية كده وده جزية هنجيبه كده مينة تحت البيبوت سنقدر أكمبر واحد خلينا اتنين نيجي بقى على اخر واحدة ونيجي نعملها مانيول تبقى كده خليدي كده عشان الراس دي ما تبقىش شكلها وحش حسنًا مانيول مانيول اجل مانا نعم نعم نايس الفيل باكت اللون الأبيض وبعد أم لكل الفراغات كلها في 2 سنة وفوق هنا أجي بال الفي وأجي هقفل الجزء ده عشان بعد كده أمارجع لها بالك أعملها على طول تمام تمام نخش بقى على دي نفس الشكل نفس الطريقة نعمل دايرة نسيبك بقى ملونة دلوقتي خالص نيجي نزبط على الأوتلاين بتاعها ممكن ممكن نخليك تولي كده ممكن نخليها كده من جميع الزوايا بقى الاختيار لتحت ممكن ندقيق سينة صغيرة تمام شوية اوكي هقطع من هنا وهقطع المنطقة الزغيرة دي اوكي اخذ بلك دايما تلاحظ تلاحظ يعني خلي في نعومة في الكرفات ما تخليش في اي زوايا كورنر خالص هشوف الاتنين دخلوا في بعض بقى شوية بواحد الخطين لو في كورنر اهو حاول ندخله كده اشتركوا في القناة نفس او شفت في دي ديت خانم لدي بالكي اجي اعملها هاجب الفي هروح اعمل الاخر واحدة حلو قوي نظام الشغل بالشرط كده تحاول تتعود نفسك او تعود نفسك كده او تعودي نفسك عليه كويس بديك كواتي كويسة وديك سرعة في الاداء دي هنا وهناخد الكورنر ده هننزله هنمسح المنطقة دي مش عايزها هناخد دي تحت هنمسح من اول هنا عشان نبدأ نخش بالكيرف لجوه هنعمل تانية وانيجي عند النقطة للتقاع مش هكده عشان لما نيجي نكبر نعملش معايا مشكلة ماشي انا كنوع وهقول نتيجة دي كويسة بس هقطع من هنا كده هجي من هنا هقطع واخد الحتة دي هطيارها في الزبالة بالمصري ان واخر واحدة هتبقى custom اوكي هخلي اخر واحد ده كله بالموديفي ship convert ال line to ااختفى طيب لو احنا جينا خلينا واحد وجينا حاولنا دعا مغلس بقى. طيب نخلي واحد ونصف. اتقلب شيب. هنعمل آآ شوية كده. ونيجي على الجزء الاخير ونخليه رفاية. حاول تعمل تعمل رفاين لحد ما توصل يعني تقريبا يعني باحسن نتيجة. دعا يبقى دخين. طبعا ده كله هيكون بالابيض. هنقلبه بقى. باللون الابيض. مش عايز خلص. عايز سيبو سيبو تحولو ابيض ما فيش مشكلة. بس انا عن نفسي هشيلوه. شاف المنطقة دي? المنطقة دي لو جيت غيرت اللون بتاع البصلة مقطوعة مقطعة كده. فحط دي في دي كده بشا كده. ماشي. نحاولها بالابيض. هنخلي ده كله. كل المنطقة دي موفي كليب واحد. ونقوله دي كور مسلا. وبكده انا رسمت دي كوريشن كله بالنسبة لآآ. السين كله تقريبا. هنشوف المنظر. فقط لانا اجيب بس دي لانها طبعا كبرنا قبل كده البنت مش عايز خلاص ممكن استغنى عنها خلص. تعال نشوف. لو عملنا تست هتبص تلاقي المنظر بشها كده جميل جدا. الفيديو جاء بازن الله هنبدأ نرسم نعمل ونعمل القلوبة والحاجات دي كلها وان شاء الله بالنسبة للفيديو جاء يكون اخر فيديو بالنسبة للرسم بتاع الاعلام بتاعنا بعد كده نبدأ نخش في الانيميشا ان شاء الله. السلام عليكم.